موسيقى السلام عليكم متابعي دراما سبورت بالبداية يا شباب هذا الفيديو مخصص للشباب الصغار بالعمر يعني من 9 سنوات لل 15 سنة ممكن تكون فيها المعلومات بسيطة أو سخيفة للبعض لكن لهالشباب ممكن تكون مهمة أو مهمة جدا لما الواحد بيكون بعمره لتسع سنوات لل 15 سنة بيشعر دائما أنه هو لاعب مميز أو لاعب موهوب وهذا الشي بيصير مع أغلب الناس حتى أنا لما كنت بهذا العمر كنت بفكر حالي أفضل من زيدان وتوتي وبعد ما كبرت شوي بالعمر حسيت وعرفت أنه كان حلمي مجرد تخيلات وأنه أي شخص بنفس هالعمر بيحلم نفس الحلم ممكن هذا الفيديو يعمل لك أحباط وممكن بنفس الوقت يعمل لك حافز وإصرار التأكد دائما أنك أنت اللي بتحدد مصيرك سواء صرت لاعب محترف بكرة القدم أو مجرد لاعب موهوب مثل كل هالناس ليش حكيت أنه هذا الفيديو مخصص للعمارة الصغيرة أو للشباب الصغار اللي إسا ما بيعرفوا الفرق بين المنتخب والأندية عم تجيين كتير أسئلة أنه أنا لاعب موهوب وبدي أنضم للمنتخب السوري أول شي لازم تعرف أنه فيه فرق كتير كبير بين المنتخب والنادي النادي أنت بتنضم إلو لكن المنتخب هو بيضمك إذن مشان تنضم لشي منتخب لازم تكون بشي نادي طيب كيف ممكن تنضم لشي نادي هون مكان إقامتك هو اللي بيحدد بشكل أو بآخر النادي اللي بدك تنضم له إذا كنت بالشام في عندك عشرات النوادي كمان بحلب اللادئية وبكل المحافظات السورية في أندية طيب كيف ممكن أعرف عنوان هذا النادي كيف ممكن أنضم لهذا النادي وين بيقع هذا النادي كل هالأسئلة دائما تنطرح هون رح نجي لأهم نقطة للاعب كرة القدم ألا وهي دعم الأهل لازم الأهل يدعموا هذا الموهوب أو هذا اللاعب يعني لا تواخذني بهالكلمة إذا ما أقنعت أهلك بموهبتك فصعب كتير تنجح لازم يكون حدك والدك عمك خالك واحد بيسأل وين موقع هذا النادي وين عنوان هذا النادي كيف ممكن أضم هذا الولد لهذا النادي لازم يكون في حدك شخص من الأهل يكون مقتنع بموهبتك محمد صلاح كان بيقطع أربع ساعات باليوم ليروح للنادي من القرية اللي كان بعيش فيها وكان بيرافقوا دائما يا الوالد يا عمه يا خاله كذلك كريستيانو رونالدو كانت أمه بترافقوا بكل التدريبات وبتاخدوا وبتجيبوا ميمار كان أبوه مخصص كل وقته لموهبة ابنه ميسي كان عمه بيرافقوا بالتدريبات وبكل مبارياته إذن لما نشوف نجاحات هاللعيبة بنشوف أنه دور الأهل كان كتير مهم بنجاح مسيرة هاللاعب وأنتو كمان يا شباب لازم تقنعوا بالأول الأهل عمك خالك الوالد أي شخص قريب منك بموهبتك لحتى يقتنع العالم كله بنفس الموهبة طيب لنفترض اقتنع الوالد عمك خالك أي شخص من الأهل بموهبتك وراح معك وسجلك بشي نادي هون الدور عليك أنت لازم تجرب مرة مرتين ثلاثة وتلتزم بالتدريبات وتحاول تثبت للمدربين إنك لاعب موهوب بعد ما تنضم للنادي لازم تكون من أفضل اللاعبين بهذا النادي يعني لازم تكون بارز بهذا النادي مو مجرد لاعب احتياط أو لاعب عادي طبعا الشي اللي عم نحكيه محتاج لدعم حكومي محتاج لدعم أندية لكن دائما الخطوة الأولى بتكون من الأهل بعدين من دعم الأندية أو دعم الحكومة الخطوة الأولى لازم نبلش من أهلنا نقنعهم بموهبتنا كلاعيبة كرة قدم ليش عم بنصح بالنادي ما بنصح بأي شي تاني النادي دائما معترف فيه بينما إذا بتلعب مع الفرق الشعبية فأنت لا ضمن التصنيفات وما في عندك أي مستقبل إذن يا شباب أول شغلة لتكون لاعب محترف لتكون لاعب معروف لازم تنضم لشي نادي هذا الشي رئيسي وأول خطوة بطريق النجاح رسالة طبعا لازم وجهها للعيبة منتخبنا منتخب سوريا وإلي عتب كتير كبير أغلب لعيبة منتخبنا بوسائل التواصل الاجتماعي عندهم مئات الآلاف من المتابعين الله يزيدوا يبارك ونحنا بنفرح لهم لكن بحياتي ما شفت لاعب بالمنتخب كيف وصل لهذا المستوى كيف بلش بهذا المستوى كيف بلش مع النادي اللي كان بيلعب فيه لازم لعيبة منتخبنا كمان يستفيدوا من وسائل التواصل الاجتماعي ليفيدوا بقية الناس هالمعلومات البسيطة من شي لاعب من منتخبنا الوطني ممكن تساعد بتوجيه هاللاعب الشاب أو بتوجيه الشباب للطريق الصحيح أحسن ما يكونوا مشتتين وضايعين على كل حال هاي مناقشة بسيطة أول خطوة تبدأ فيها لتكون لاعب كرة قدم لازم تنضم بأي شكل من الأشكال لشي نادي بتمنى يعجبكم الفيديو كونوا بصحة وخير وسلامة